اشتركوا في القناة اتكلم عن الليزج وعمليات الليزج فكان في تصوري ان هو موضوع شائك جدا وخلي بالك وانت هتبقى منصف لانهجها لان احنا في كذا جهة في موضوع الليزج فهل انا قلت افكر الاول الاول اعطت اذاكر موضوع كويس جدا وقعدت اشوف ابعاده وعلميا وكل الاجهزة والاسماء والمصطلحات وبعد كده طب قلت طب لو فكرت في الحلقة دية ان انا استضيف دكتور صاحب مركز الليزج يدافع عن الليزج واستضيف مريض او حد عمل الليزج وحصل له مضاعفات ونبدأه الحلقة بان ده يقوله مميزات وده يقوله مضاعفات وتبقى مشحنات ونكسبه مشاهدات وتقبأ حلقة كده نار كده فلاقيت ان مش هو ده هدفي وانا جاي النهاردة اقول لكم فلاقيت لا مش الموضوع كده اول فحسيت وانا طالع كمان ان في ناس عندهم شعور وإحساس ان ممكن هو هيعد يدمر في الليزج ويقول ده وحش والعمليات ده لأ وما تعملوهاش بحيث ان هي ان هو منضم البصريات فحيصحب الليزج ده بيصحب تشير من النظرات وان هو مؤثر عليهم اقتصاديا فبالتالي هو لازم يقبى دعاية مدفوع عشان يشجع القطاع البصريات افضل ويلغي الليزج يعني او يبعد ناس عن الليزج لقيت برضو مش ده المضمون بتاعي مش ده هدفي يعني انا مش هو ده هدفي مش هو ده انا اجي عشان اعمل كده هوت طب هل انا اجي عشان اقول الليزج ده جميل والناس كلها تروح عشانه وحاجة اختراعه وجهاز خطير مش هب ايه فلقيت لأ هو موضوع ان الحلقة لازم يكون لها هدف وروحت عاطة مسمة للحلقة ان قلت القرار قرارك يعني قلت يعني قلت القرار قرارك بحيث ان يعني ما تخليش حد ياخد قرارك بالذات القرارات السيادية القرارات السيادية دي في حياتك اللي هي ملهاش حل بعد كده يعني ملهاش حل فبالتالي انت المسؤول الاول والاخير عن قرارك طيب هو الليزج حل ولا وحش ولا حل ولا وحش اي عملية في الدنيا لها مضاعفات اي عملية في الدنيا لها مضاعفات فبالتالي انا مش هقول يعني وقف ليزك حذرتك وانت قاعدة بتشاهدين دلوقتي لو جنبك زوجك او اخوك او حاجة شوفي عالبة السجاير مكتوب عليها ايه التدخين يؤدي الى الوفاة هو ما اشتراهاش لا اشتراه منعها لا يعني وزارة الصحة المنظمة الصحة العالمية في كل ده بالعكس ده بدأوا اللي بيشربوا السجاير يجيبوا صور عشان يشيلوا الصور بتاعت الرئة والمنظر الوحش عشان يفضلوا اشربوا فيها فالموضوع ما وقفش طب احنا عارفين حجم مثلا عمليات التدبيس المعدة فيها نسبة وفيات حد بطل لأ طيب الناس اللي هو بالتجميل عمليات التجميل فيها مشاكل وبنشوفه اشكال واللي شفتها ورميت واللي وخدها مش عارف حصلوا ايه واللي فيه ناس بطلت تروح لا بس ما بطلتش بس ما فيش احنا بنقوله ايه طوعية احنا جايين عشان القرار قرارك لان فيه حالات تفعل انت محتاجة يعني محتاجة ليزك اي حاجة في الدنيا لها ميزان فالميزان اللي انت عشان تشتغل عليه تشوف احتياجاتك ايه وايه المضاعفات لو لقيت المضاعفات اقل من احتياجك يبقى تاخد قرار ان انت تعمل لقيت لا انا مش هقدر يبقى تاخد قرار لا يبقى ما يجيش انا اعلان اه تخلص من نظرتك في عشر دقايق ب الف ومتين جنيه اعمل عملية لزيه المفروض اعلانات دي متجريش ريئي ايه انا لازم قبل ما اشوف الاعلان ده وانا بفتح الموبايل كده واتفرج على الاعلانات كده هوت وممكن اه ممكن ابقى عايز طبعا ده يا سلام فرصة الواحد يخلع النظارة في حياته ده انا عمل جزء هست بثلاث تلاف جنيه يبقى انا هروح عمل عملية وتخلص النظارة خالص وادفع الف ونص ده جميل جدا ده حاجة يعني روعة ايوة حبيبي بس يا اختي اوقفي لاحظها بس حضرتك قبل ما بتروحي مصيف بتاخدي كل المعلومات هو الفندق كم نجمة هو على البحر ولا مش على البحر طب هناخده اكل ولا ما ناخدهش اكل طيب هنتفسحه فانه اماكن فادم ادي حاجة مصيف وبتاخدي قرارك فما بالك بقى في عملية هتجرى على عنيك فان انتي تروحي كده بمجرد ان واحدة صاحبتك قالتلك انا عملت العملية وهي كويسة فتروحي لا انا بقولك هنا ستوب انا بقولك اثبت والقرار قرارك انا بقولك اثبت فما ينفعش لازم تعرفي بالزبط ولازم دور الطبيب ان هو قبل ما يعمل العملية لازم لازم يشرح المضاعفات بعلم بحيس ان هو يعرف يوصلها لك مش انا اشرح لك مش انا اجي اقولك جملتين بالانجليش كده هوت وانا مش فاهم حاجة وراح اهز دماغي وخلاص واخش عشر دقايق على عملية لا طبعا لا فبالتالي ما ينفعش ان انا اعمل مغامرة زي كده ممكن حالتين بعد بعد ما اعملها ابقى فرحان جدا وان انا اتخلصت فعلا من نظارة وان الدنيا بقت حلوة ووردية وجميلة ومش عفيه وممكن تسبب لي مشكلة كبيرة جدا ايه زي ما احنا بنشوف كده هوت يعني على الصور كده هوت على الشاشة ان بص الالوان بص الصورة السابتة ده ارجع لي بالصورة الالوان دية التانية هل انت لما تسيب النظارة وتعمل ليزك والالوان بقت مش كلير هل ده احسن لك لو اخدت القرار ان ده افضل اعمل مش هقول لك ما تعملش يعني زي الصورة دية لو انت اخدت القرار ان لا انا عندي استعداد اتفرج على الالوان كده هوت بس تغور النظارة بصدين ده اقول لك خلاص اوكي انت ادمع عرفت ان الموضوع كده اعمل طيب حد تاني لا مش هفش الالوان حلوة ماشي ما انا ما اقول لك ان فيه نسبة 20% او اكتر 25% بيقبوا متضررين من العملية دية طيب وال80% ايوة فيه ناس اتبسطت جدا منها وتكلفتها بقت قليلة والناس كلها بتروح عليها وحتى النهاردة برنامج دوت او الكلام دوت انا مش همنع الناس اللي ما تروحش فالقصة فالقصة ان انت هل راضي ان انت تشوف الهالات لو بعد كده تشوف الاضاءة كده مش كلير بعد الليزك او ابن ليزل لازم تعرف لازم اقول لك اشهدك على نفسك اعرف انت هيحصل لك ايه فلو احنا يعني كان فيه مجموعة بحثة عمل على مية فرد عمل لازم وعملته كانت اخبارية تبية فبتبين بالزبط انت عايز تروح تعمل الليزك قبل ما تروح افهم انت يعني مثلا جفاف العين انت متعرفش ان هيحصل لك في العين جفاف وحتمشي بقطرة فلو انا قلتلك خلي بالك لان هيحصل سواني هنا مضاعفات بعد العملية يعني خلينا واحدة واحدة بعد اذنكم وانتو بتعرضوا الداتا البيانات دي عشان اشرح من خلالها فلو انت قلنا لك ان بعد العملية هيحصل لك مضاعفات بنسبة 70% قالوا اه حصل وبنسبة 30% لا الدنيا حلوة وجميلة فانا لو قابلت واحد من 30% دوت ما مشيش وراه يعني اشوف هل هو يعني هل هو موصفاته زي عينيه زي طبعا الموضوع مش كده خالص يعني بيحضرني مثل في الموضوع دوت ان كان فيه عزكم الله اتنين حمير شايلين واحد شايل اسفنج اسفنج وواحد شايل ملح وهم ماشيين قالوا رياحه شوية ففيه في ترعة فبتاع اللي شايل الملح دوت قال له انا هنزل اخد لي غص كده في الترعة واطلع شوية فنزل الملح داب فطلع الدنيا فاي جدا والعربية خفيفة ملح داب فالتاني شافه كده جميل جدا اللي هو شايل اسفنج فقال له طب خلاص انا اعمل زيك فنزل الاسفنج اتماله ما يفهم فما قدرش يطلع فالشاهد ان مش كل عين زي التانية ومش كل واحد زي التانية احذر وخلي بالك وخذ احتياطك وانت رايح اعرف بالزب يعني ايه جفاف عين يعني ايه يعني ايه ممكن يحصل لك هالات تشوف هالات ان الصورة زي منغمشها يعني ايه ان انت باصص من عينيك اكنك باصص من ورا ازاز كده مش نديف انا مش هقول على مضعفات كبيرة ولا ولا اخوف انا مخوفش على فكرة يعني انا بتكلم ان انت اذا كنت من التلاتين في المية وانت خلي بالك وانت رايح تعمل الليزك طيب هتلاقي اعلانات تشدك طيب ما هو ده شغل تجاري يعني هو من حقه ان هو يريلك النضارة مشنوقة والنضارة مكسرة واستغنى عنها وكل دوت فعشان يقدر يحببك ان انت خلاص هتستغنى عن النضارة فدي وسيلة ولكن انا بقول لك احذر هتستغنى عنها وانا لو شايف ان ما فيش مضاعفات ما انا شيل نضارة اللي انا لابسة هنا وانا ايه اللي واجع قلب اللي انا لابسه دوت بس لو انا لو شايف فيه مضاعفات وبعدين خلي بالك انت احمد ربنا ان انت بتعمل عملية فيها اختيار يعني انت يعني انت بتعمل عملية فيها اختيار فده احمد ربنا ان انت مش بتعمل اكباري مش حاجة في القلب ولا حاجة غزمن عنك فانت فيه اختيار فربنا اعطالك نعمة الاختيار فنعمة الاختيار ده استغلالها كويس جدا بعد يزل طب فيه ناس هتقولني زي بتوع البصريات الجميع ان الاطباء ما بيلبسوش الرمض ما بيلبسوش نظرات وبيستشهادوا بالموضوع دوت وشايفين الموضوع يعني حاجة حلوة صراحة انا بقوله لا انت افهم ان طبيب الرمض ما هو اللي غير انسان زيه زيك بالزبط واخد قراره زيه زيك هو اخد قراره ان ما مش عايز يستغنى عن حسب فمش عايز ياخد قراره انه هو يبقى عنده جفاف هو حر هو مصد بالنظارة فما تاخدش ده مقيأس يعني واخد بالك وكل واحد حسب طبيعة شغله فعلا يعني ان انت فانت ما تفرحيش ان انت عشان تتجوز يتعمل اليزك عشان عندك فرح تعمل اليزك لا لا احنا مش بنلعب في اي حاجة مش بنحطه منوكير ولا بنحط روج ده احنا بنلعبه في العين يعني الموضوع في العين لو احنا عايزين نشرحوا اي اللي بيحصل في العين هو جهاز مبسط جدا حضرتك بتتحط انت مش بتتبني كلي بتقبى شايف الدنيا وحاسس باللي بيحصل لك بالزبط فبيجي جزء من القرانية ممكن معنا صور يعني ان شاء الله لو عرضوها كدوا فبيحصل ان هو بتجزء الامامي ده بتشايل حتى من القرانية وبينزل اشاع شعاع ليزر عليها لو الصور موجودة يشرح حنا وبيحصل للشعاع ده بيخش على القرانية بدرجات معينة على درجات دعف الابصار عندك وبيعمل اصحاح وبعد كدوا بدون جراحة ولا بدون اي حاجة بتتغطى القرانية تانية هو ده خل في الاعصاب وعمل الشعاع وغير من شكل القرانية بحيس يتوافق مع شغلك وبعد كده بالزبط ربع ساعة 15 دقيقة 10 دقيقة العملية خلصت وبتروح الموضوع جميل وتاني يوم بتشيل النظارة ولو انت حصل لك اه وزي ما احنا شايفين كده قدامنا اه ادي الشعاع ونازل اه في القرانية بعد ما شيل القرانية وبتحط الشعاع وموضوع بالنسبة كعملية ما فيهاش صعوبة قوية ولا هتحصل لك مش هتؤدي العمى ولا هيحصل لك حاجة بس هتؤدي ان انت مش ممكن نسبة عشرين او اكتر تؤدي الى اشياء غير 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 راضي عنها يعني مضاعفات انت وبعدين هتيجي طب عايز تصلحها بقى مش هتعرف ادفع يعني انا انا مرة رأيت بوس كده الواحد عايز يدفع كل ما املك وارجع تاني فتحس ان انت بتشعر بالندم قوي وواحد تاني قال ده انا الحمد لله اللي انا عملت عملية الليزك فالقرار قرارك يعني احنا عايزين وانت بتاخد قرارك في عملية الليزك بالله عليك اقرأ وما تروح ش للارخص الارخص الطبيب المركز الارخص هو هو ارخص لان هو ادواته المفروض بيستخدم التولز بتاعه مرة واحدة ويرمية هو ممكن يستخدمها لكزا مريض فبيقل تكلفة العمليات الفحصات عنده ممكن مش هو اللي بيستشاري بيفحص اي مساعد عنده فبتقل التكاليف بالنسباله الجهاز ما هواش جهاز زي ما احنا بنسمع جهاز وصل جهاز حديث اهلا اهلا بيجزاك ازاي حالك دكتور همور الاول اريد ان تسألك حضرتك دكتور رمض او اي بعد ذلك لا لا انت خلص طب اسرة اهلا احنا بيك خدم والله خليك اتفضل دكتور سليم انا يعني بالنسبة سجربت الشخصية انا كنت عملت عملية العزق اخترت دكتور كويس ومكان معروض والفحصات كلها كان سليمة وانا كنت مرشح جدا من نعم العملية دي بس الاسف ما بيتقلش المضاعفات للمريض ما تقلش المضاعفات اهم رجع من اهم المضاعفات بس تحت العملية غير الجفاف ان بيحصل انحرفات بصرية حاجة اسمعها higher order aberration higher order aberration يعني يعني عبرها عن استجماتيزم غير منتظم كلنا عارفين الاستجماتيزم اللي هو العادي خالص اللي هو بيصلح بالنظارة اه اللي بيصلح بالنظارة ده الضوء معه لان لان بيكون منتظم وفي بلان واحد عندما بعد العملية وبعد المقارنية اشتغل عليها الليزر الدوء بيتشتت في كرة او في فراغ او كائنا جايب باللونة وكل نقطة في الكرة من الجوة بيقع عليها الدوء فبالتالي الاستجماتيزم غير المنتظم او انحرفات البصرية العلية دي استحنى النظارة تقدر تصلح بس بعد اذنك دوكر الشريف انا شخصيا المريض بيعاني بعد كده بالليل من رؤية هالات رؤية وهك في الادواء هالات حول الادواء اشاعة تطلع من الادواء بيلاي الالوان قليلة الالوان برضو تعتبر ضوء فبرضو تشتت فبيتلاقي الوان بحتة بعد اذنك بعد اذنك ممكن من تجربتي الشخصية بشوف ناس مبسوطة بالليل هو بيبقى مبسوط يعني هو بيبقى فرحان انه هو اتخان عن المنظارة انما بتبع عنده نسبة من المضاعفات دي اكيد ايو طب بالنسبة للمضاعفات دي بعد اذنك هل يعني احنا عارفين طب حضرتك يعني دكتور ودرجة علمية كويسة وممكن لما اشرح لك وانت جاي تعمل العالمية ممكن تدرك الموضوع انما انا لو واحدة عادية جدا ست بيت او واحدة من ارياف نفس اخلع من نظارة ويروح للدكتور يقول مضاعفات انا اصلا مش بقدرك المضاعفات يعني يعني عادي ايه المشكلة ما اعمل وتكل على الله انت الحل ده اي بعد كده بتجي تشتكي بقى اه بعد كده بتجي تشتكي هو لازم على الأقل بالصور الدكتور من وجبه بالصور يقول دي الصورة اللي هتشوفها بالنظارة الصورة العادية الطبيعية بالالوان اللي ربنا خلاها بيها ويقع معا صورة تانية للصورة المتوقعة بعد العملية ويقول بعد العملية هتشوفي كده بالليل هتشوفي كده عموما وهي تختار عموما دكتور يبقى نخلص من الكلام بتا حضرتك ان فعلا لازم الطبيب يبقى عنده أمانة في ان هو يعرض المضاعفات بتاعت العملية والمريض لو اقتنع بيها يبقى يعمل العملية ومعدلاش اي مشاكل خالص بعد كده يختم عليها التانية حاجة التانية حاجة نحل كويس لأن فيبو هندسين وطريدة يعني بعيني من ساعة عموما طب انا دلوقتي بيقولولي شكرا فاحنا متشكرين عمدقلتك دكتور شريف واحنا بنختم لقاءنا اللي هقوله بالضبط القرار قرارك وافهم وتعلم قبل ما تروح تعمل العملية وان شاء الله لو عملتها ان شاء الله يكون خير لك لو ما عملتهاش برضو خير لك بس هم حاجة اعرف ان دي نعمة ربنا في ايديك اياك تفرط فيها بطريقة مباشرة هتندم بعد كده ندم مش هترف ترجعه ولا بمال الدنيا ولو نجحت وارتحت عليها مبروك وربنا وفقك وربنا وفقك واشكركم جدا اشتركوا في القناة